اهلا بكم لان الاب بيشتغل في الجيش فبيعرض عليهم المتخصص ان كريس يعيش في المؤسسة بس الاب بيرفض لانه بيبقى عايز ابنه يقدر يتعامل مع العالم الخارجي وباللاحظ صاحبها كريس اللي بيحل بازل ولما مش بيلاه القطعة الاخيرة بيفضل يسلخ وبيكون زعلان بس في بنت اسمها جاستن بتدي ليه اخر قطعة وبتساعده وقتها بينادم بالزمن وبينشوف ان الولد كريس كبر وبقى بيشتغل محاسب وبيكون في مكتبه وبيتكلم مع الزباين وبينصح فيهم نصيح تفيدهم في التهرب من الضرائب وقتاهم بيستلطفوه وبيعزموه يجي مزرعتهم ويتعلم ضرب النار هناك فكريس بيوافق وساعتها بنشوف كينج اللي بيكون مدير خزانة الدولة وبنعرف انه طلب من المحللة المالية تيجي ليه المكتب ولما بتوصل بيقولها انها نجحة بس هو عرف انها يطبط عليها قبل كده وبيقولها انها كدبت عليه وانه ممكن يرفضها دلوقتي بس هو يختار يدي لها فرصة اخيرة وهي مهمة خاصة وبنعرف انها بتكون انها تلاقي شخص ملقب بالمحاسب وانه بيشتغل مع المجرمين وبيعرفهم ازاي يتهربوا من الضرائب ويهربوا فلوسهم برا البلد وانه بيخلص على اي حد بيقف في طريقه وبيوريها الصورة المحاسب من ظهره وبيقولها تجيب لي اسمه وان المهلة لاخر الشهر ولو ما نجحيتش فهيرفضها وقتها وبنرجع وقتها لكريس اللي بيرجع بيته وبيتعشة وبيعمل طقوس علشان يقدر ينام زي ان هو بيدلك رجليه بعصية خشب وبيولع نوره وبيطفيه بس بيفتكار قبلها اليوم اللي همه ثابته فيه هو واخوه وابوه وتاني يوم بيصحى كريس وبيروح لمزرعة الراجل اللي عزمه قبل كده فيها وبيتضرب عنده على ضرب النار بس بيكون محترف جدا فالراجل بيستغرب وبعد كده كريس بيروح للمغزن بتاعه واللي بنتفاجئ ان فيه مقتورة بيكون جواه فلوس ولوح ندرة واسلحة كتير وينك بينام كريس على السرير وبيفكر في الايام اللي كان فيها في السجن وكان فيه الراجل معاه بيساعده وبيعرفه على المجرمين والعصابات اللي في السجن ووقتها بنرجع للحضر لما واحدة انجليزية بتتصل بكريس وبتقوله ان هو لازم يقدم خدماته لشركات معروفة لان الشرطة بدأت تشك فيه فبنعرف انها بتشتغل معاه فكريس وقتها بيوافق وبيروح لشركة روبوتات واطراف صناعية مشهورة وبيكونوا هم اللي طلبينوا في التحقيق في قضية في الشركة لان فيه محاسبة عرفتهم انها لحظة ان الفلوس بتاعة الشركة بتتسرق فبيوافق كريس على القضية ديت وبيقولهم ان هو يبدأ تحقيق فيها من بكرة الصبح وبنرجع وقتها لمدينة اللي بيبقى مطلوب منها التحقيق في قضية المحاسب وبتفضل تدور وراه وبتبعت الصورة المتوفرة لوشو من الجنب لقسم لمعرفة معالم الوجه علشان يعرفوها اكتر عن وشو هو تاب الروح لبراكس اللي بيبقى ايات المحترف وبيبقى في عربية شخص تاني وبيهدده ان هو يخلص عليه لو سرق من الشركة مرة تانية وبنرجع لكريس اللي بيدخل تاني يوم شركة الاطراف الصناعية وبيلاقي المحاسبة دانا اللي بيعرف انها اللي بلغت المسؤولين على معرفتها لسيرة فلوس من الشركة وبتحكي ليه دانا على كل اللي تعرفه ولما بيبدأ كريس شغله في التحقيق بنرجع لقسم معالم الوجه اللي بيبعده لمدينة فيديو لشخص شكين ان هو المحاسب وهو بيخلص على شخص فبتفضل تشتغل مدينة على الفيديو لحد ما بتفصل صوت المحاسب وبتعرف ان هو بيغني لنفسه اغنية اطفال وبنرجع واتقى الكريس اللي بيعرف بعد حسابات كتير ان في شخص بيحول الفلوس لحسابه الشخصي بس بيبقى محتاج وقته اكتر علشان يدور عليه وبنروح بالليل لبراكس اللي بيبقى في بيت مسؤول من مسؤولين شركة الروبوتات وبيخياره ياما ياخد جرعة انسولين زيادة ويموت نفسه وتباني انها حدثة او يخلص عليه هو وامراته فبيوافق المسؤول ان هو يخلص على نفسه وتاني يوم لما بيرجع كريس للشركة علشان يكمل شغل بيليهم بيمسحوا شغله وبيعرف منهم ان اللي كان بيسرق الشركة كان رئيسها وانه انطحر امبرح حساسا منه بالزنب فبيروح بالليل كريس وبيبقى حزين جدا لدرجة انه بيضرب نفسه بالعصايا لحد ما بتنكسر وتاني يوم باللاحظ ان في عربية بترابه ولما هو بيوصل لمزرعة الراجل اللي عازمه يتدرب على ضرب النار عنده بيفتكار لما كان صغير وابوه ماجر الشخص يضربه وهو واخوه علشان يعلمهم الفنون القتالية وما كانش بيرحمهم ابدا وبنشوفه اتا الراجل صاحب المزرعة وهو وامراته مهددين من عصابة وتا بيقول لهم شخص من العصابة ينادوا على كريس وفعلا لما امرات صاحب المزرعة بتعمل كده بيضر كريس يخلص على شخص من الخطفنهم بكل احترافية اما الشخص التاني بيضر يخنوه لحد ما بيعرفوا انه جاي من طرف شخص اسمه براكس وبيعرفوا معلومات عنه وانه عايزوا يخلص عليه هو ودانة فبيخلص عليه كريس ووقتها بيروح للدانة ولما بيوصل لها بيلاير الجالة بيقتحموا بيتها ويخلصوا عليها ولكنه بيكون محترف وبيخلص عليهم وبيقول لها تيجي معاه وقتها بيكون عرف براكس ان المحاسب خلص على رجالته فبيده جدا وبنرجع لكريس ودانة اللي بتدخل مقطورته وبتشوف اسلحته وفلوسه ولما بتسأله عليه مش بيجاوب وبنرجع لمدينة اللي بيتصلوا بها قسم اللغويات وبيقولوا لها ان من تحليلهم لصوت المحاسب عرفوا انهو اتعرض لصدمة وصغير فبتروح مدينة لنقابة المحاسبين علشان تعرف مين اللي فيهم مرتبه اعلى من المتوسط وبنرجع لكريس اللي بيودي دانة لفنده ولما بتسأله على مهاراته في القتال بيقول لها ان ابوه كان في الجيش وعلمه ازاي يقاتل كل احترفية وساعتها بيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيبدأوا يعجبوا ببعض وقتها بيفضل كريس يراب براكس لحد ما بيلاقيه يخلص على واحدة من الاداريين في شركة الاطراف الصناعية وبنرجع لمدينة اللي اخيرا بتعرف ان المحاسب الاعلى اجرا هو كريس وانه بيشتغل في محلات محاسبة تانية وبيستخدمه معلشان يخب الفلوس اللي بيكسبها من شغله مع المجرمين ده غير انهو بيتبرع الفلوس كتير لمنظمات الامرات العصبية فبتروح لكينجو وبتعرفه فبيقرر انهو يروح يفتش بيت كريس وقتها بيكون كريس بسبب حبه لدانة بيخاف عليها انه يكون خطر عليها فبيسيبها نايمة وبيمشي وساعتها بنرجع للشرطة اللي بيفتشه بيت كريس وبيلقه في معادات كتير امنية فبيستغربه وقتها بالروح لمسؤول من مسؤولين شركة الاطراف الصناعية اللي خايف من كريس وبيقول لبراكس يأمنه علشان لو كريس هجم على البيت بتاعه وقتها يقدر يخلص عليه وساعتها بنرجع للمحاققين وبتشوف انه كينج بيقول لمدينة انه بقاله مدة بيضوى على كريس وانه في مرة كريس اتمكن منه وكان يقدر يخلص عليه بس وقتها ساره هو اب كويس وقال لأ فلما رض عليه كينج وقال له انه هو اب كويس سابه يعيش وهرب وانه وقتها كان هيستقل بس فيه ستة انجليزية اتصلت بيه وقالت ليه يكمل في القضية وهي هتساعده فقرر يكمل وراح يقابل السجين صاحب كريس في السجن وقال له يقول له على كل اللي يعرفه على كريس مقابل انه يخرجه من السجن فوقتها حكى ليه الراجل على كل حاجة وفعلا خرجه كينج بس في عصابه وخطفته وخلصت عليه فلما عارف كريس باللي حصل اتضايق وهرب من السجن واختفى وما ظهرش الا في جنازة والدته اللي جاله فيها انهيار عصبي وساعتها عمل قلق في الجنازة فشخص من الجيش ضرب عليه نوار بس ابوه خدها في ذا وبتاب نرجع للحاضر وبنتفاجئ ان نفس الست اللي اتصلت بكينج بتتصل بمدينة وبتقول لها معلومات على قضية اكتر وبالليل بنشوف كريس اللي بيجم على بيت المسؤول اللي من مسؤولين الشركة بيخلص على رجالته ووقتها بيكون منتظر براكس وبيشوفه الاول مرة في الكاميرات فبيتفاجئ انه هو اخوه فبيروح له وبيضربه وبيكون مداء منه لانه ما كلمش من عشر سنين بس في الاخر بيتصلحوا ووقتها كريس بيخلص على مسؤول الشركة وبيقول لها كله هما هيتقابلوا بعد اسبوع ووقتها بروح لاب وام بيكونوا بيودوا ابنهم لنفس المؤسسة اللي دخلها كريس زمان وبنشوف ابنهم بيدخل غرفة فيها بنت اسمها جاستن بتكون مريضة ومش بتكلم بس بتتواصل عن طريق جهاز حديث ولما بيتكلم الولد ولما بتكتب للجهاز وبتخليه يتكلم بنتفاجئ انه صوتها هو صوت البنت الانجليزية اللي كانت بتساعد الشرطة يلوي المدالسين والفسيدين في البلد وبتكون يا البنت اللي ساعدت كريس زمان في اكمال البازل ووقتها بنرجع ليدانا اللي بيجي لها دية وبتتفاجئ انها بتكون لوحة غالية من لوح كريس فبتمبسط جدا وبنعرف وقتها ان الاخين كريس وبراكس رجعوا ويعيشوا مع بعض